اشتركوا في القناة 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 من إقامة العامة بعد الحرب العالمية ويدخل على قاعة التحرير ويطلب منه بمساعدة تعب مجيد بوديدح خطر منه على الشقرب العربي هذه في الصحافة العربية الرقابة يقول له المقال هذية يضر مصرحة الفرنسوية هذية معناها الرقابة كانت تتعمل من عند توانسا كان على عدة تجارب وتعلمنا بشوي أنه صحافة رسالة أو لا تكون صحافة إلا ما عندكش رسالة أقول له همشي يخدم خدمة أخرى وفهمت علاش عديد الأقلام خرجت من الصحافة ومشيت للميدان آخر لأنه مش كل تنسي ولا كل إنسان يدخل حقل الصحافة يرضى بالقهر يرضى بالرقابة يرضى باللي أنه موش حر بشي ينقل الأخبار هذية الأشياء هذية عشنا فمعش 73 وليت صحافي محترف 74 75 أصدرنا جريدة لوتان أكيب خرق العدا فيها الصوير بالحسن فيها نبيل المرحوم نبيل بن خليل وما أدرك فيها أمال الشعبوني فيها طهر العياشي فيها مجيد دبوسي فيها يعني أسامي لدخل تزادل لها الصحافة بمعناها وعد من من الجريدة أنه ما هيش بش تكون كما الصحف الأخرى بش تكون أكثر جرأة وأكثر تحرر وخاصة 73 بعد في بعد معناها صارت الحرب حرب أكتوبر وبدت التونسا يطلبوا شي جديد معاشي قابلينك الصحافة هذه الخمسة وسبعين ستة وسبعين سبعة وسبعين في الوقت نفسه كانت في الجامعة أو في اتحاد الشغل فما زاد طيار كبير يحب الإنعتاق يطالب بالمشاركة يطالب بإبدال رأي يطالب بالتعبير يطالب بالحقوق الكل معناها سواء في اللجيت وإلا في اتحاد الشغل حبيب عشور فهمت فهم المرحوم الحبيب عشور اللي أنا نعتبره الزعيم كبير تخلص سجن وقت فرنسا تضرب بالكرتوش الحي صدره ورهولي مخرب في 5 ديسمبر 52 بالكرتوش الحي معناها عنده معناها حس وطني كبير ياسر ماهوش راضي بالأمور كيفاش قاعدة تصير فتخلقت في اتحاد الشغل وبدأت حجرة الشعب اللي ذكرت في التقرير وتقرير ضافي ووافي تخلقت معناها الحبيب الغريسي كان في وسطها وفي إكيب زادة باهي ياسر محمد قلبي المرحوم محمد قلبي حربوشة كانت نسنا فيها كان يعبر مثلا على حق التجمع حق التنظم جاء نهار اكتب حربوشة قال والله امشيت المرشي السنتران نلقى البصاع في كاجو عنده الحق بش يتجمع مع بعضه هما احنا التوانسة ما عناش الحق بش نتجمع وما عناش الحق بش نتنظم ولا نكونوا حزاب ولا جمعيات بحرية يعني هذه النوع من معناها التعبير الضريف والتعبير الذكي كان يحفز في التوانسة انه رأي صحافة اللي عندكم لخرى رأي ماش صحافة رأي ماش قاعدة دافع على حرية التنظم حرية التعبير كيف كيف معناها انا خارج من الجامعة ونعرف جماعة 78 اللي عملوا معناها جمعية للدراسات الاشتراكية وكتبوا معناها وعملوا معناها تحليل تحليل حرية رأي معناها تعبير هو تعبير على فكر تعبير على رأي كيفاش تحاكموا المحاكمات اللي تألمنا منها كثير تألمنا ناس على مقالة يوصلوا ويحكموا اليوم بصناش سنة حبس مع التعذيب مع المعاناة نوردين بن خذر حمد بن عثمان ورواء الشيء الجنوني اللي تعرض له في محلات التعذيب في وزارة الداخلية وتنشرت في مجلات عالمية فهذاك الكل كون فينا نزع أو الحب أو الرغبة في أنه نبدل صحفة هذه كيف كيف بعد صرت برشا لخبطات مثلا قربة شوك ستنشوك كيف مؤتمر منتع اتحاد طلبة وأن وقت طالب معناها كيف يوصلوا يكسروا يوقفوا ليزروا ويستحوضوا بطريقة غير ديمقراطية على النقابة صح الطلبة ويحب يمنعوا النشاط النقابة في الجامعة يعني هذه أشياء كثيرة إلى أن تخلنا عملنا جريدة لطن وبالكيب هذه بدنا نخلم فرويدا رويدا بدأت الأمور أكل حول ماذا كمتاع بش نخلق جريدة أخرى ويكيب قوية ويكيب معناها بدأ يتقهقر ويتراجع في صرت معناها في عندما محمد السافي صار حادث مرير مرير جدا ومات وتحرمت منه الجامعة التونسية كليت الطب وأول معناها أستاذ طب جراح في تونس وتعتز به تونس وقام بعدة معناها وكون جيل من الجراحين يموت في حادث فنبيل بن خليل حب يعطي نبذة عن حياة هالإنسان اللي خسرته تونس هال معناها الشخص اللي نعتز به فاكتب على كيفاش قاعد تعذيبه ومعناها اختطافه مع أحمد سماوي مع عديد لأنهم خذوا موقف من حرب الفيتنام خذوا وكونوا لجنة لمساندة الشعب الفيتنامي معناها اللي يتعرض إلى هجمة إمبريالية وتشطلب طلب في الجريدة قال هذي كتبته بعد لكتبه كله يحب يروح في الليل قال إما يتنشر كامل بدون تغيير حتى حرف وإلا ما تتعديوش بكل فالمساعد متاعه وخذاء المقالة وغير عمل لوتو صنصير اللي ما هنهج قلبه يقول لك كيفاش يش بد تخطف من عند الحزب ويظلم في العباد النظام يظلم في العباد لا سيدي هذي الكل يتنحى ونحط نخلي له بعض كلام منغض ويكا كي جبد الجريدة ولقاه ما سول من الجريدة رغم اللي هو عطاه ثقة للمساعد متاعه فاستقال من الجريدة ومشاق قابل مدير الجريدة هذي الأشياء عشناها تكونت وقتها معناها تيار كبير في الصحافة مش في لتونبرك في اللابريس في الإذاعة في التاب وقررنا بش نفكوا جمعية الصحافين لاجيتي مرحوم وإن شاء الله يكون حيا بكشي غلط سي عبد الرزاق رضا شهرلي ملي ذاعة وانا عملنا اجتماعات معنا جماعة من لتون جماعة من لابريس جماعة من التاب وفاجأنا الجمعية اللي كانت مدجنة وفي يد السلطة فاجأناهم وعملنا قائمة ونجحت فيها معناها قاعدة سبعة وسبعين ثمانية وسبعين فيها كمال العريف عبد القادر جزجز يوسف الصديق حسن مانسي معز بن مصطفى محمد الماخ البير شيد مبروك مختار رصا والطار العياشي السلطة من غدوية كان لحد تعمل لجي لالكونغري النهار الاثنين صبحوا يطلبوا أني أنا خذت خذت زمان من الأمور بتاع الجلسة العامة فيدي باش نقول فما فيس دفورم ضغوط كبير علي ويلزم نحل هالجمعية ونعمل ونعود وموتها مرة أخرى فشديت أنا قلت لهم أنا راني مش جاي هونية بش ناكل الخبز نجم ناكل خبز حتى نمشي خدام أنا جاي هونية لأن نعتبر الصحافة يجب أن تقوم بالرسالة متاحها المقدسة والصحافيين عندما أعطوني ثقة باش مقرر الجاسة العامة يجب أن يقعدوا حتى وزير مقبلها لأن الصحافيين عندهم طلبات يحبوا الطلبات مهنية خاصة بش يمشي وزير العلام ومشي وزير الثقافة ومشي الوزراء الاخرين باش يقولون هاو الهدف متاعنا نحب نتور صحافتنا مقبلهم حتى حتى وجاء 26 جام في 78 وقع تجميد الجمعية وقع تجمعية عامين بدون بدون مكتب مسكرة حتى عام 1980 فهمت عام 1980 فهمت كمنا الصمود متاعنا وطلعت عشيد النيف الرئيس وحافظنا على استقلالية منش نحكي على الجمعية برك معنا جمعية مناظلة وتكون التيار هذية هو اللي تكون وخرج جت أحد 26 جام في الصباح اللي كانت في إضربات تطالب برشا أشياء نقبية ومهنية هذا كالكل وقع معناها تجميد كالطلبات هذه وصلنا إلى الطرد برشا الطرد أنا بدي لقيت روحي معادش لأن كتبت مقال بصدفة بديت ب بسلو مودي رمضان مودي إسباني وقت نتكلم على غلال معيشة بصدفة الوزير الأول في إسبانيا ما كانش شيء مقصود فنق روحي معادش مقبول في الجريدة يجب نخرج خرجت ولأني كنت في مشروع نحضر في مشروع مع الأخوة أحمد مستيري وحاسب بن عمار وكل كانوا يحضروا في مشروع جريدة الراي جريدة الراي شيء كبير معناها أن القاوم فاسنا أنه في المطبعة فما بوليس في مكان الساحب بوليس معناها ساعات حتى وصلوا بشوية بشوية إلى أنه ولا البوليس يقع إما الحاجب أو واحد من الصحفيين أو كذا هو يولي يوصل معناها أشوف جريدة مجردة الراي كانت تجربة مهمة جدا ال 26 جانبي وكبت 26 جانبي من اليوم الأول لأنه صدرنا في ديسمبر 77 بعد أسبوعين السالة الدم في البلاد موت والأضرب العام اللي تعرفوه هو معناها وضع القيادة النقبية في السجن على رأسها حبيب عشور وإقاف جريدة الشعب اللي كانت في التقرير وصلت إلى 120 ألف نسخة يوميا فجبت جزء من ناش فرج منصور ومختار بو بكر من جريدة الشعب وعطيتهم خمسة صفحات في جريدة الرأي بشي واصلوا نشر بلاغات الجامعات اللي تبعين القيادة الشرعية للاتحاد مش قيادة مواصبة بتاعة التجين عبيد والنقبات العامة والقيادة القيادة اللي قاعدت خارج السجن ولعبت فتحت كذلك لعب دمتاحها للحزب الشوعي اللي كان وقتها ممنوع وعديد صالح الزغيدي المرحوم صالح الزغيدي كذلك حلت منابر فهمت هذلك كل معناها قلق السلطة ووقع من ليامة لولا بعد لأحداث 26 جامبي مونير شرف يكتب الأمن في القلوب لا وراء الرشاشات والبنادق بعد لشاف 26 جامبي يحال حسيب بن عمار أمام المحكمة العسكرية كان هو وزير الدفاع في حكومة البي لدغم من أجل على كلكلمة هذه يعني كلمة يقول إنسان راو الأمن في القلوب مش ورا الرشاشات راو مش بالقوة مش بالاعتداء مش باستعمل السلاح مش بيقمع المظاهرات بالسلاح بيقمع الأضربات الأضراب بالسلاح يولي مس معناها من هيئة منها للجيش ويحال مدير المسؤول على الجريدة أمام القضاء العسكري هذه بداية سلسلة من المحاكمات وإيقافات بست شهر بكذا بكذا السلطة أعطت صحيح أعطت رخصة كيف كيف أعطت رخصة لفار أعطتها المرحوم عبد الجليل الباهي خذها جريدة باسم بشي عديها جريدة جهوية في سوسا وهذاك هو لفار لفار تحسوسا في فكل خضم الإجراء الأحداث التي تحدث في تونس وترى أنه لابد أن يساهم بجريدة فرنسوية في الدفاع وقيام برسالة صحفية على المستوى الوطني وجاب معناها فريق مناظل باش فيهم خميس شماري فيهم كاريكاتوري استحبيب بحوال فكل وقت هذاك طار العياشي عفيف المحرزي وخرجوا جريدة الفار اللي عاونت فكل وقت هذاك المشهد السياسي فهذه إحدى العنوين فهمت إحدى العنوين وقت اللي برقبة استقبل الطلبة اللي عداو 12 سنة فهم منهم اللي عداو هذه لا اللي بعد اللي عداو 12 سنة من ردين بن خذر وجلبير نقاش وإحمد بن عثمان والمرحوم بلالون اللي مات مؤخرا وكل استقبل ومستعرفش بالتعذيب حمال همامي وقتها وفتحي بالحجاحية جبدوا على على التعذيب على اللي نالهم قالهم احنا من عذبوش ودرش نوع حسين نتعرفوها القصة وولت جريدة أخرى في الساحة إلى جانب الراي لفار وإلى جانب الديموكراسي زاد دخلت شو نقول لك آخر هذي في عهد الرئيس بورجيبة في عهد الرئيس بن علي في عهد الرئيس بن علي معنا أول ما حبينا صار تحول سبعة من نوفمبر والإعلان أنه شعب هذا راجد يستحق حياة ديمقراطية السليمة شكونا ناملو ناملو وأنه لم يشتبدل بالمجد برشا ناس عملتوا ساندت البيان هذا وساندت التغيير بطريقة سلمية لكن في اليوم الثاني صار عن تن دو عملتن ديوبلكس بش نوري كله ساعات مؤشرة تروا من نهار لول معنا ضرب الخط على لول من نهار لول عن ديوبلكس جابوا الأخ أحمد مستيري قالوا وراو بش نعملو حصة على الرئيس بورجيبة في استوديوات التلفزة الوطنية التونسية لكن حصر استوديوات كريتهم أنتن دو وجابت جون دانيال والجماعة اللي يعرفهم بورجيبة في فرنسا بش يعملوا أندباء على معناها الحصيلة متع فترة الرئيس بورجيبة الكل الحاجة الباية والأخطاء كل واحد لو يعمل حاجة باية يعمل أخطاء فجيت جيت التلفز الجاه مراس لانتن دو قالوا منات سيحمد من استضافتك في الستيديو متاع التلفز الوطنية من أعلى سلطة في البلاد معناها وقت هزير الإعلان حمد المستيري لا رغم اللي هو النهاري نقبل مساند بيان 7 نوفمبر وخرج بيان رسمي برش من الناس يقولوا هذك السك على بيان المعارضة التونسية ما عملتش شروط بش تساند بش مباشرة قرأت البيان وبعد ثلاثين سناء من حكم فيه وعلي فما الحاجات الباهية لكن بمبرش حاجات مش باهية اعتبرنا انه فما نستعمل العبارة سحمد المستيري اللي هو نعتبر كون هل هو زعيم التيار الوسطي الديموقراطي فمت كان ينجم يبقى وزير كما رفاقه اللي بدأوا معاه النظال في الحزب وخرجه عام 71 خرجهم بعد رجعهم هو خير انه يناظل من اجل افتكاك اكثر حرية وخلق العائلة الديموقراطية الوسطية الوسطية اش قال وقتها قال ستان فيرو هذي بلاج اتنح في بالو بمجد بش يفتفت تاح الابواب من تاح الحريات الحريات وباش نتقدم خطوات كبيرة من اجل انها تونس تتقدم وتستعمل كل التقاط متاح وا واول كانش يقول يقول اول قبل التعددية السياسية وقبل التعددية متاع الجمعيات حريت الصحافة هي اللي توري انه البلاد دخلت في حياة ديموقراطية سليمة صار ولينا كنا احنا في خلاف صار بيننا وبين الجماعة اللي خرجت عام واحد وسبعين واخذت جريدة الراي لها خرجنا عملنا جريدة المستقبل والافنير اول عيامات سبعة من نوفمبر يجي مقال متاع الشيخ عبد الفتاح مرو عملنا انترفيو فهمت لل الشيخ عبد الفتاح مرو يجينا تريفون هذا عمر ما صار لجريدة الراي قبل ولا لجريدة المستقبل في عهد بور جبل الوزارة الوزارة العلامة عمره ماتهز تريفون كالنمرو اللي قلتلكم عليه ماتين وسبعة وخمسين الف يطلب جريدة انتع معارضة يطلب الجرائد اللي يدعم فيها بالبيبليستيل يعني جرائد معارضة محرومة من الاشهار ومحرومة من الدعم المالي ولا من اي و بالمجد فهم نضال نضال كبير بيش تنجم تخرج جريدة تطبحها وتخرجها في الشرع وتحطها في الكشيك بعد ذي كمثالة الكشيك زد كيف كيف فهمت وصلوا للبيعة للجرائد وعدوهم بالديار وكذا غير خبيونا جريدة الراي فهمت بش وخرجوا جريدة اخرى اسمها كل شيء بالمكشوف ولسوء الحظ مش لسوء الحظ معنا من غرائب الامور انه عهد الى مساعد لكلون لابيروساس اللي هو عبد المجيد بوديدح باش يكون هو رئيس تحرير ويقعد ينكت على جرائد معرض موقت السيل باجي فهمت معنا في الجريدة الراي أنا عبرت على استغراب انه كيفاش يعملوا جريدة باش ينتقدون قال لي تين كنترير هذي كستوم بيبليستي ما خير ينتقدون ولا ولا ما يجب دوناش بالكل معنا معنا السيل متاع السيل باجي ديما نعرف طان ديما عندو هالحاجات عملنا تليفون جانا تليفون من وزارة العلاق قالوا رئيس تحرير محمد بن نور من فضلك الانتربيو اللي بيش تعديوه السي عبد فتاح مرو ما تعديوه ش تعليمات روجت ملو زي قل سي سي مد ب عملنا ما جانا تليفون هكا في عهد بور جيبا ركي غالط في الادريس انتظار لي تحب تكلم العمل والحرية والأبريس فما رأوا جريدة جريدة المعارضة رأي ما تخوش تعليمات من حتى حد وقلوا الانتربيو بش تعدي ففعلا تعدي الانتربيو لكن بش مريكم بدأت الممارسات وكثرة الممارسات الأخرى قاعد ركريتمان في وسط الجريدة ناس والت كان نسكن في شرعة عنا معاون معاون ماوش حتى صحة في في الجريدة كان في ناش كرتاش في بورتمان فمت كاريه وعرصنا وفرحنا به نهار جام مجيش نهار كلوتير بتاع الجريدة شديد شوش قتلوا هزني لدار السيد هذا نلقى عطاوة بورتمان تعام لك جانب قدام في 18 جانب قدام الديست اللي وقت هيدير فيها عبيد أحسن عبيد أحسن عبيد معناها وقتها فهمت في آخر عهدي في المستقبل لأنه رغم التضحيات ونبيت على اليرام دوبا بي ونبيت على في الشتيشاتي وقت 26 جانبي معناها فكل برد وكذا من أخرجوش لأنه فما منع جوالين فهمت وكذا بعد جارة المستقبل فقط علش قلت أخر عهدي قاموا الجماعة الكل بش يكونوا يتفتحوا على نظام الحكم تردوني ودخلت لجنة نظام وحالوني على نظام ياسي رئيس عش عندك ضدي عش عملت أنا قالي والله هاو الملف فارغ ما عندي حتى شي يقضل مللوية استدعيتني قالي تسامحنا رأي غلطة من غدوية تخرج في جريد الصباح معناها ترد رفض محمد تجميد ساعة لا تجميد ذاك عملو في مجلس الوطني في عملك رفض محمد بن نور ومصر بن جعفر وعبد طفع بيد وحذر السيدة ذا بعد يولي نايم في مجلس النواب في عهدتي عشر سنين ويعطيه الدار اللي كانت مخصة السوير بالحسن في حي الغزالة أعطوها معناها دار من نوع راقي غديك حبو يمكن شريوها رفضت الشريان ف نحاوها وحطوها وعطوها للسيدات معناها بشنوريك الناس اللي تستخدم يستخدمهم النظام النظام بن عليه فهمت أشياء اللي فسخت كل الأحلام اللي كانت حول بيان سبع نوفمبر مخلاف انتخابات تسعة وثمانين واللي جرا فيها فهمت فكنت خيبة أمل كبيرة جدا هذا معنا أشياء معنا اللي أذكرتها مايش من مجال نجم نقول أكثر من هك فهمت نجم نقول أكثر من هك لكن اللي صار معناها الألم كبيرة اللي صار تلنا ألم شنين الألم عندما ترى محاكمة معناها قاسية مثلا الحبيب عشور ثلاثة مرات يدخل للسجن فرنسا دخلته للسجن فرنسا ضربته بالكرتوش ستة وعشرين جان ومعناها في عهد مزالي كما يدخلوا للحبس ومعناها السيدة ذاك مشاهباء منطورة ذاك معناها نشوف أحمد بن صالح أحمد بن صالح كيف كيف سياسة بلاد سي محمد خرجنا شوي على موضوع صحيح عدنا كم من سياسة بلاد قرروا حكومة والحزب وكل شيء بشان والتعاد يجيو يحاكموه واحد بوكيم يسير عشنا هذك كيف كيف المحاكمات الأخرى متعة الحركة النهضة القمعة متعة حركة النهضة الاعتداء متعة حركة النهضة كل هذا وكبناه تألمنا وحاولنا نخدمه أكثر ما يمكن بالإمكانية الضعيفة اللي معناها متوفرة لنا وهذا الكل شوف نحب أن نخدم كلمة برك قمت به في شهادتي عملتها قدامك في الانتخابات واحد وثمانين وما تعرضنا للي تعرضنا لليه معناها مش شيء سهل هو انتخابات تسعة وثمانين وما طلبتش حتى تعويذ رغم معناها قلة ذات لد كيف كيف معناها المساهمة بتاعنا هذه أن نعتبر النظال هدايا هو رصيد معنوي رصيد معناها يشرف اللي يقوم به مهوش ما ينجم يقدروا حتى مبلغ مالي التعويض المالي فهمت مهوش معناها احتقار احتقار وهذه معناها أحمد مستيري فهمت اللي يذكره بالخير ورعنا هذه النظال لا يشترى بالمال ولا يقدر بالمال واللي ناظل أنا بالنسبة لأينا يناظل من أجل بلاده عمره ما يستنى لا جزاء ولا شكور هي راحة ضمير هي قيم بالواجب هي أداء رسالة وأنا نثمن المجهودات الكل اللي عملتوها وإن شاء الله نوصلوا إلى مصالحة وطنية ولولا هالهيئة هذه فهمت لكانت معناها حرب أهلية هي اللي كانت تفصل بين هال لكن أنا نعتقد أنه اليوم قبل أي وقت مضى لابد للحلم أروا الأعلام اليوم أنا أروا نتألم منه كثير لسيهم أعذني كمان نتألم منه كثير عند مرة أنه أقل شي أقل شي في الأعلام أقل قاعدة في الأعلام اللي هي الخبر مقدس والتعليق وحر التعليق ولا معناها مش تعليق هو تعليق هو ولا تشويه للخبر تشويه للحقائق تشويه للأشخاص معناها مصر محمد هوبش نجيو للجانب أذي في الوثائق يجيو أحب نشكرك برسا على هذه الشهادة لا أحبش نجبد على عبدالعزيز الجريدي لا أحبش نجبد على برش أشياء لأنه المجال يطور كل شيء أما الجانب اللي قدمته ثمين خاصة للشباب اللي ما يعرفوش الحقبة اللي انتي عشتها ألف شكر سي محمد اشتركوا في القناة شكرا